أستاذة إسراء من المنفوية تتفضل عليك وسعكاته أستاذة إسراء لتفضل الحمد لله أهلا وسهلا وأنت طيبة يا فانت أنا عندي مشكلة شوي أنا عندي مشكلة أستاذة إسراء أني أنت بحتاجة تتعلي صوتك شوي أنا مستمع كويس أنا أه تفضلي أستاذة إسراء طيبة إذا أكلب من حضرتك رسالة اللي بتتوضي لكل حمد لأنها بتفرق لجلسة ليفعك البيض وبتأدي إلى مساكن طيب حاضر يا أستاذة إسراء وأنا مشكلة حضرتك انتظارك خليني أجاوب خليني أوجه الرسالة دي بصي أنا باجي في تمرين المقبلين على الزواج لما أجي مرة تلمزتي عندنا اختبار كده فأقول لهم الحماة وجودها مهم جدا للحياة الزوجية ولا خطر على الحياة الزوجية في الغالب بعضهم بيختار أن هي خطر أو بعضهم بيختار أنه مهم اللي اتنين دولة غلط الحماة إنسانة إنسانة يعني إيه وإنسانة كمان في بعض الأحيين حصلها تهديد فلازم لما جاء أتعامل مع حماتي أتعامل مع حماتي على أن هي شخص امرأة امرأة حطي تحت كلمة امرأة مليون خط تعرضت إلى تهديد تهديد إيه إن من زرعت فيه كل الزراعة دي قد يتركها ويهملها ده تهديد عن كل الستات الشاطر اللي هيقدر يأمنها بدا المرأة الشاطرة أو سلفاتك ممكن تكون عملوا كده إنهم حسسوها إنهم مش هيخدوا بنها ده مش محتاج إن انت تقوليه ببقك لكن محتاجيه إن انت تمرسيه إن انت لما تشوفيها هي بتكلمه ما تقلبيش وشك إن تشوفيها لما تقعد معاه شويتين تلاتة ولما تاخدوا منك ما تقلبيش وشك فالبداية بتكون منين؟ أنا أسف يعني البداية بتكون منك هو حد فينا كلنا مش عارف الظروف اللي بتتعرض لها الحماة ولا اللي بتعمله كلنا عارفين ده يبقى البداية تكون من مين؟ من اللي عارف اللي هتعمله الحماة فانا شايف ان انتي محتاجة شوية تغيري طريقة معاملتك مع حماتك وما تقوليش بقى اصلهم بيتزللوا ليها وبيتمحلسوا ليها وبيعملوا كده ابدا احنا عندنا قوله وتعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم اما بقى حضرتك بتقولي لي وجه رسالة للحماة هي اول ما هكلم للحماة هتقول لي ايه انا والله بحس لجوازات بناتي اللي هم الطيبين الحنينين اما دي فكلمة بكلمة يا مولانا ينفع انها تكلمة ينفع كده ان هو ما نعملش بسنة رسول الله سلم ليس منه من لم يوقر كبير انا انا اقولك الستين الحماة وارحم صغير انا فحضرتك ارحميها ارحميها يعني ايه راعي ان هي لسه لسه بتبتدي الجواز جديدة لسه في سنة ولا جواز فمحتاجة ان انت تعملي ايه ترحميها يا رد تقدم لها لخبراتها وهي لو ما سمعتش الكلام وانت قلت لها اللي تنصحيها بيه وما فهمتش قل لها مرة تانية بس برحمة مش هقولك لانك امها لا لان الست دي قلب ابنك متعلق بيها ما حدش طلب منك ان انت تبق امها لكن احنا طلبنا منك انك تسعدي ابنك لان سعدتوا مع هذه المرأة ولو عملت كده انت اعتيش في راحة وهي اعتيش في راحة وانتوا الاتنين تبقوا في سعادة وفهنة وهو دوت وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وخلوا بالكم ان فيها يسمع الحالقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبيكم الحالقة قالوا وما الحالقة يا رسول وقال لا أكونوا تحلقوا الرأس ولكن تحلقوا الدين ايه اللي تحلق الدين ده بقى اللي بتفتت الدين وتخليه مش موجود افساده ذات البين فأرجوكي اياتو الحما لا تفسدي ما بين ابنك وبين زوجتي وأرجوكي اياتو العزيزة الزوجة الجديدة ما تفسديش بينك وبين بين جوزك وبين والدته